السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف نوع من عنواع الزكاية الصناعية اسمه امني جين. وده صيني زي ما انت شايف من اسامي الناس اللي مكتوبة هنا اللي هم عاملين البيبر ديها. زكاية الصناعية ده رهيب جدا. يعني ممكن ايه تقول له اعمل له صورة معينة وحط له فيها تاكسته معين. يبدأ ان هو يكتب لك التاكست زي ما انت عايز. باي لغة انت عايزة. حاجة رهيبة جدا. في زكاية الصناعية ما بيقدرش يفرق بين الكلام المكتوب والكلام اللي عايزة عايزة تعمل في الصورة. طيب ممكن تقول له مثلا انا عايزة اغسل ايدي اغسل ايدي فين? فلا تدلوا صورة زي كده يبدأ يعمل لك سيلكت على الحاجة اللي انت ممكن تغسل ايديك فيها. تمام? ممكن تقول له انا عايزة اشرب. فين الحاجة اللي ممكن اشرب فيها? وهكذا. زي هنا مثلا الصورة دي. قال له ايه اللي انا اقدر استخدمها عشان احط فيها المية. فراح عامل سيلكت على الكوباة ديت. تمام ريوب مفت. فراح هزفها من الصورة التانية. ماشي? ممكن تقول له بقى صورتين مثلا زي ما انت شايف زي كده. وتقول له انا عايز الاتنين دول تجيبهم لي كأنه هما موجودين في المطبخ. وتلابس ده زي مطبخ. وتخليهم يعملوا صلصة. فاتخيل. ممكن بقى تدي له الصورتين. مثلا قطع الشترانجة هيت. وقطع تانية. وتقول له انا عايزك تاخد. تحط لي القطع دي في الستايل اللي انا هددو لك دلوقتي. يبدأ ياخد استايل. ممكن تديره لونين مثلا زي كده حاجة زي كده. تمام? وتقول له ده ما اعتبره ظل حصان. حطي لي بقى الحصان في الشكل دوت. ممكن تديره صورة اي شخص. وتقول له حطي لي بقى شخص عجوز شخص كبير شخص تاني. وهكذا. ممكن تقول له انا عندي الصورة هيت وابدأ ارسمها لي. كان واحد لسه بيبتدي رسم او خطين لحد ما تيجي الصورة كاملة. فاتخيل كل ده في الزكاة الاصطناعية حاجة رهيبة جدا وقوية جدا. ممكن تديره صورة بشوطحة خالص وتقول له ابدأ وضح لي الصورة ديت. او اديني الحركة بتاعت الصورة. الوقفة بتاعتها. فورقة رائبة جدا. الزكاة الاصطناعة ده موجود في الصين يعني. لو انت موجود في الصين تدر انت تستخدمه. اه اول مواقع اللهم ما بيسمحوا لنا ان احنا نشارك نشاركوها معنا وانا نحن ندر استخدمها. لكن بتثبت قوتها. هنا مثلا ممكن تديره اي صورة وتقول له البس اي لبس فيبدأ ان هو يلبس اي لبس. تمام? اه ممكن تختار مثلا تيكست تديره وتبدأ تعمل صور باشكال احترافية. ممكن تديره اي رسمة وتقول له انا عايز ستايل معين. تديره الصورة بستايل معين في يبدأ ان هو يعملها لك. زي مثلا ستايل فانج اخ والحاجات ديت. يوضح لك الصورة. ممكن صورة بشوطحة خالص يبدأ ان هو يزبط الاضافة بتاعته حد ما تبقى واضحة. يوجد لي فين شبابيك في الصورة ديت فيبدأ ان هو يوجد لك الشبابيك. ممكن تديره صورة معينة وتديره صورة تانية وتقول له انا حولت الصورة دي للصورة دي. اي صورة ادي لك تحولت نفس شكل. انا بقى بشرح لك الخطوات اللي بتتم عشان يبدأ ان هو يلعب في الصورة ويعدل فيها ويوجد لنا صور رهيبة. يعني ممكن تاخد اي صورة من اي مكان وتبدأ تخليه ممكن ان هما الاتنين مثلا في مناظرة مثلا. يقدر يعمل لك كريهات لصور كثيرة باشكال زي ما انت شايفة هوت. ممكن تجيب له تديره صورة مثلا انشتاين او نيوتين وتقول له خليك ان هو فاتح لابتوب وعليه علامة التفاحة ويبدأ ان هو يشغل به. ممكن تديره اي صورة حد مشهور وتديره صورة او كلب وتخليه يبقى معا في قلب الصورة. فبقى فيه احترافية في ان انت خلص مش محتاج لحد الكبير الفوتوشوب. تمام؟ صورة فيها مطرة تقول له الغيل المطرة فيبدأ يحسن لك الصورة بشكل رهيب ويلغي لك المطرة اللي فيها. ممكن تكون في اشخاص كثيرة فيبدأ ان هو يعمل اكتشف الاشخاص اللي موجودين في الصورة ديت. اكتشف الحركة بتاعتهم. نعم. انت قلنا احنا رسمنا دي تلت لناس للحفاة. طب هرسم لك اي حاجة وتطلع لي بقى اشكال بالشكل دوت. فيه تطور كبير جدا جدا في التجالس نايف في الاصدار دوت. فان شاء الله قريب كده يكون مسموح لنا ان احنا نستخدمه. زي ما انت عارفين الصين ما بتسمحش بان حد يستخدم الفيسبوك او تويتر او اي حاجة من الحاجات العالمية او كذا اللي لها حاجات خاصة بها. حاجات قولينا بتسمح انها تشاركها زي مثلا تيك توك وده عمل طبعا الابان لان هو مش تحت السيطرة الامريكية. فالمهم يعني الصراحة جابني الفكرة. اتمنى ان احنا نقدر نجربه رائع.